وفي مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان أنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي على مستوى العالم لفيروس جدري القرود والأمراض الوبائية الأخرى مؤكدة خلوة مصر من أي حالات إصابة بهذا الفيروس وأوضحت أنه لا تورد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود في مصر مشيرة إلى أن الفيروس لا ينتشر بسهولة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة ولكن ينتقل عن طريق مخالطة المصابين بالفيروس لفترات طويلة